لا وطبعا يمكننا من الناس اللي بتحاول انها مع المدير الفني في اي اختارات هو بيختارها الفترة الاخيرة كل اختيارات الراجل بصراحة من وجهة نظر الشخصية اختيارات جيدة جدا هم دول اللعيبة اللي المفروض هيكونوا موجودين فكلنا في ظهره كلنا معاه في اختياراته مفيش حاجة فجة اوي ممكن نقول انها مش موجودة او ما حصلتش بالنسبة لمستر فيتوريا في اختياراته مدير الفني له حرية بشكل كبير جدا في اختيار الاسماء اللي هو عايزها هو اللي شايف هو اللي شغال هو اللي عارف هو هيلعب ازاي ايه اللي محتاجه فعشان كده اختياراته اعتقد من وجهة نظري اختيارات جيدة جدا وتمنى ان شاء الله ربنا وفقه في كل الاختيار اختيارات اهو في عمود فقر الفرقة ما اعتقدش انه هو هيتغير يعني الشيناه وحراسة المرمى مثلا اه المنافسة في البكريت ما بين محمد هاني وما بين عمر كمال عبد الواحد السردبكين اعتقد بنسبة كبيرة جدا محسومة ما بين حجازي وعبد المنعم اه فيه منافسة قوية جدا ما بين فتوح ومحمد حمدي اه نص الملعب اعتقد قريب جدا النني وحمدي فتحي وزيزو اه نحية اليمين طبعا محمد صلاح نحية الشمال فيه منافسة قوية ما بين تريزيجيه وعمر مرموش ان كان تريزيجيه هو الارب قدام مصطفى محمد بص انا في بطولات كاس القومة الافريقية ما بعترفش بان فيه فرقة ضعيفة لان البطولات المجمعة كل الفرق بتبقى جهزالها بشكل قوي جدا وكله بيبقى مستعد بشكل قوي جدا فما فيش مطش سهل طبعا الاقوى في المجموعة مع منتخب مصر هي غنى قولا واحدا انما طبعا اكيد 100% فرقة الراس الاخضر قبل كده عملت نتائج جيدة جدا في بطولات كاس القومة الافريقية وفي تصفيات كتير كان بتبقى اول وبتنفس فرق كبيرة زي نيجيريا زي الفرق الكبيرة موزنبيق احنا معتقد حظينا عليهم كويس او احنا ليدينج عليهم جدا انما لازم ناخد كل المباراة بقوة على اساس ان احنا عايزين نطلع اول مجموعة عشان لما نعدل الدور ده ان شاء الله بازن الله نقابل التالت من المجموعات اللي بعد كده انا شايف ان هما كمجموعة كلهم زي ما حصل في بطولة 2008 احنا رحنا بطولة 2008 كنا لسه حصلين على بطولة 2006 وكان الامر صعب جدا ان احنا ممكن نحصل على 2 بطولة و4 شايف ان التقلق للتيم هو الافضل من التقلق اسم لان بطولة 2008 من افضل البطولات اتلعبت في تاريخ مصر في كاس ام افريقية فانا شايف ان قوة البطولة او قوة الاسم من اللعيبة في التيم كله انما طبعا عندنا محمد صلاحة تمنى ان هو طبعا كعدته يتقلق مع منتخب مصر شايف زيزو ان شاء الله بيزن الله عمل بطولة كويسة جدا وبيستعدلها بشكل قوي جدا محمد عبد الميناء ملعب النادي الاهل الشناوي في مجموعة كبيرة من اللعيبة بصراحة المتوقع ان هم ان شاء الله بيزن نعملوا حاجة كبيرة كوديفور من اقوى الفرق خاصة ان البطولة تتلعب على ملعبها جزائر المغرب فرق شارسة جدا المغرب وفرق عملت بطولة كاس عالم وصلت سيمي فاينال الفرق بقيت الفرق الافريقية غانة تتوقع منهم كل حاجة بيوصلوا سيمي فاينال على طول دول الاربع فرق اللي هم قريبين قوي من المنافسة في البطولة بقوة طبعا اكيد مية في المية مصر مدام ان دخل بطولة مجمعة زي دي ويمكن الجيل ده مش محزوز مش محزوز ان هو ما حصلش لسه على كاس ام افريقية على رغم ان هم وصلوا كاس عالم انما هم يستحقوا ان هم يحصلوا على بطولة وانا شايف روحهم كلهم مع بعضيهم بتقول ان في حاجة كويسة ممكن تحصل في البطولة دي المنتخب مصر باذن الله ويتوجوا ويرجعوا مفرحين الشعب المصري كله ببطولة مهمة الشعب المصري بيستنها منهم وهم وصلوا نهائي مرتين قبل كده ان شاء الله تبقى التالتة تابتل ان شاء الله كتير كتير جدا يعني عندنا لعب نابولي اللي لسه حصل على الكرة الدعبية في افريقيا احصل لعب في افريقيا محترف لعب جميل جدا جدا متوقع له تقلق كبير في طبعا عدد يعني في لعبة طبعا فرة المغرب في الجزائر في لعبة كتير جدا تقدر تقول احنا هنا انما انا متوقع لمحمد صلاح ان ان شاء الله بإذن الله هيبقى كابتل فرقة وهو اللي يشيل بطولة وهو اللي يبقى افضل لعيف البطولة ان شاء الله بإذن الله منافسة قوية جدا جدا بس خبرات فتوح بالنسبة لي هي الاعلى خد يبالك البطولات الافريقية او المنافسات الافريقية لو انت مخطقاش قبل كده وما عملتش مش مستعدلها بشكل قوي ممكن الامور تبقى صعبة بالنسبة لك فاعتقد ان فتوح عنده خبرة ولعب البطولة اللي فاتت وعمل ماتشات قوية جدا ضد لعبة زي حكيه زي لعب المغربي نجم باريس هانجرما نجوم كبار جدا لعب عليهم فتوح البطولة اللي فاتت عمل عليهم بطولة قوية جدا اعتقد ان هو ان شاء الله بإذن الله فتوح يبقى موجود كلعب اساسي عبد منع محجازي الاقرب من وجهة نظري عبد منع محجازي يمكن لعب مع فريق اتحاد جده بقى له فترة لسه راجع من السوبة بس عمل ماتشات كويسة الفترة الاخيرة مع اتحاد جده واعتقد ان هو الاقرب للمشاركة لان خبراته اسمه محجازي لعيب قوي اعتقد ان هو الاقرب هو عبد المنع للحتة الدفاعية المنافسة قوية جدا برضو بين محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد ان كان من وجهة نظري محمد هاني هو الاقرب برضو الاقرب تلاتة النني حمد فتحي زيزو دول الثلاث اللي هم الاقرب للوجود معهم طبعا بعد كده مروان عطية معهم امام عشور انما الاقرب للمشاركة كلعبين اسسيين النني وحمد فتحي واحمد ساد زيزو اعتقد اللي هيبقى الاقرب تريزي جيه انما برضو فيه منافسة قوية جدا في المركز ده من المراكز اللي فيها منافسة اللي اتنين لعيبة كبار جدا لعيبة مميزين جدا عاملين الفرق مع منتخب مصر ومع عنديتهم في البطولات سواء في تركيا او في الدوري الالماني بالنسبة للمرموش او تريزي جيه اعتقد ان المنافسة قوية بس الاقرب تريزي جيه من وجهة نزل بطولة 2008 بطولة 2008 ذكرياتها جميلة جدا احنا عدنا في كماسي اكتر من 20 يوم او 25 يوم البطولة كانت شهر احنا عدنا بطول المدة في كماسي وبعد كده نقلنا اقرأ اخر يوم عشان نلعب النهائي قبل المطش النهائي بيوم دي كانت الفترة الاجمل كراويا في حياتنا كلنا منتخب مصر قدى قرأ من اجمل ومن اروع الاداء اللي شفته في حياتي لمنتخب مصر حصل مواقف كتير جدا حلوة ومواقف صعبة ومواقف طريفة لنا في منتخب مصر في البطولة دي لا بطولة من افضل البطولات اللي انا عشتها في حياتي اعتقد 86 لان احنا ابتدنا بخسارة في اول مطش والبطولة كانت هنا في القاهرة وكل مصر والناس كلها توقعت ان المنتخب هيخرج في الاخر وصلنا الحمد لله رب العالمين النهائي وكسبنا بضربات الجزاء ودي كانت الاصعب من وجهة نظري على الرغم ان انا كنت صغير مش كبير اوي بس يعني اتفرجت عليها كلها ومنتخب مصر عمل برضو فيها كرة جميلة جدا بس صعوبة البطولة دي ان انت اول مطش على ملعبك في بداية في مطش الافتتاح خسرنا واحد سفر وده كان موقف صعب جدا على منتخب مصر الحمد لله انا كنت مشترك في بطولتين من التلات بطولات 2006 و2008 وكانت زكريات جميلة ومواقف رائعة عشتها والتحام الشعب المصري مع منتخب الوطني المصري كان امر رائع يعني انا فاكر مثلا يوم غانا احنا راجعين الساعة 6 الصبح كان في حوالي بتاع من دخلة المطار لحد اول شارع صلاح سالم بشر مستنياك الساعة 6 الصبح عشان تحتفل بيك بالبطولة وتحتفل مع منتخب مصر بالبطولة ده كانت من اجمل الزكريات بطولة مثلا هنا مطش السنغال لما فوزنا في قبل نهاية وصولنا نهائي احنا خدنا من استاد القاهرة للفندوق اللي عاديين فيه اكتر من ساعتين ونص والمسافة قريدي بالباص مش عشر دقائق يعني هما كانوا عشر دقائق خدنا الطريق في ساعتين ونص مش عايز اقولك الطريق من عند المنصة لحد الفندوق اللي احنا عاديين فيه بشر غير طبيعي عدد غير طبيعي عدد رهيب الباص كان متيالم ما بيتحركش من كتر الناس كانت ناقص الناس تشيل الباص وتروح بيه للقوتيل كان منظر برضو مهيب جدا ورائع جدا بالنسبة لنا كلنا من الزكريات اللي الواحد لما بيفتكرها جسمه بياشعر بجد يعني بطولة 2008 من وجهة نظر الشخصية بطولة 2008 من افضل البطولات اللي انا عشتها وشفتها وشفت فيها منتخب مصر بيلعب قرى رائعة اكتر من رائعة كمان بطولة 86 دي اتفرجت عليها في تلفزيون كلها عش كده بقولك يا الاصعب من وجهة نظري لان خصارة المنتخب في اول مطش فيها حسببت لنا احباط كبير جدا وبعد كده الحمد لله قدرنا نفوز بالبطولة في الاخر لا لا كل في ناس كتير جدا 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 ليها دور كبير اوي في بطولات كل البطولات تصينتي لو بتتكلمي على فترة انا ماشي انما على مر التاريخ لا فيه نجوم كبار نجوم كبار جدا جدا يعني الكابتن اعتقد الكابتن طهرة بوزيد في 86 الكابتن جمال عبد الحميد في بطولة 98 كابتن حسام وكابتن حزم وكابتن عبد سطار والفرقة كلها 2006 الجيل كله عمل بطولة كبيرة جدا عمد متعب عمر زاكي محمد عبوهاب الله رحمه بطولة 2008 عمر زاكي برضو عمد متعب زيدان لا 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 في كل بطولة وليها ناس هقول لها رجالتها اللي كانوا شايلينها فحرام ان احنا نزل بنقول اسم واحد على مرة تاريخ لا حرام نجم افريخي يمكن انا في اول بطولة ليا كنت اول مرة اروح كاس اوم افريقية 2002 في مالي وكنت كان بيلعب في كايزر سلاورتون تريب وست وصديق الكابتن هاني رامزي وكانوا هم معانا في نفس القتيل وكان بيشوف الكابتن هاني هم ليهم حركات كده مع بعضيهم هو تريب وست ده شوية ايه يعني كان بيعمل شعر اقدر زي مش عارف حاجات كده غريبة والوان غريبة فكنت بحس ان هو مش طبيعي يعني انا اسف في اللفظ اللي هقوله مش عايز اقول ان هو لما بيشوف الكابتن هاني بيتجنن بيحصل حاجة والوان يوم بيهزره مع بعض هزر غريب جدا وعد اضحك هانا الكابتن هاني كان يقوله هاي تريبي يقوله رامز وحاجات كده عرف الرائب وهو قصم شكله رهيب وهو بيتهزر مع الكابتن هاني حبيت حبيت هزاره مع الكابتن هاني وحبيت ان هو قريب جدا من الكابتن هاني رامزي فتريب وست البطولة دي تاريخ كبير جدا ليكو وان شاء الله باذن الله تقدروا ان انتوا تعملوا حاجة كبيرة لمنتخب مصر وللشعب المصري وخلوا الناس تتلفى حوالي منتخب مصري تاني هما اللي هيعملوا كده محتاجين ان هما يجمعوا الناس حواليهم تاني ويقدروا ان هما ان شاء الله باذن الله يفوزوا بالبطولة دي ويفرحونا يفرحوا الشعب المصري كله لان احنا منتظرين منكو فرحة كبيرة لمنتخب مصر وصدقوني صدقوني لو قدرتوا تحصلوا على البطولة دي انت هتعملوا حاجة عظيمة جدا للشعب المصري بصي هو الاعظم من وجهة نظري في التدريب اللي انا اتمرنت تحت ايده وباعتبره من اعظم المدربين في تاريخ الكرة في مصر هو الكابتن الجهري كابتن حسن شيحاتي طبعا عصرت معه بطولات وبطولات مهمة جدا البطولتين كاس أم أفريقية ودول الاعظم في تاريخي برضو ودول باعتبرهم هما المكسب الكبير اللي حققته في حياتي ان انا اقدر احصل على بطولتين كاس أم أفريقية مع منتخب مصر ودول كانوا حاجة مهمة جدا بالنسبة لي في حياتي كابتن محسن صالح طبعا كان من المدربين اللي اديتني فرصتي بشكل كبير جدا ان انا لعبت معا أساس البطولة كلها كل مدرب لي ميزة كل مدرب في مميزات كتير جدا كنت بحاول اسنفاد على قد ما أقدر من كل مدرب ومميزاته من وان انا أتلاشى بعد كده اي مشكلة او اي عيوب اشتركوا في القناة